معاصمة التقافة العربية وبالرغم أنها تدهر عربية بامتياز إلا أنها لم تحضى قسنطينة باهتمام أو تغطية عربية إلا الإلكترونية منها طارق مغنم أثارت وسائل الإعلام الجزائرية في ظل تغطية إعلامية كبيرة جدلا حول مدى استعداد مدينة سيرت العريقة لأن تكون عروسا للمدائن العربية على مدار سنة كاملة مرافقة بذلك عاصمة التقافة العربية قبل وبعد انطلاق التظاهرة نجح تظاهرة قسنطينة يعني الإعلاميين يعني أننا كمثقفين يعني أننا كامل كجزاريين نضمن فيه ضعف قاتل في جنب التسويق الإعلامي ما حظاش بالتسويق وتنولها كما ينشطوا أي تظاهرة عادية قسنطينة تظاهرة ثقافية عربية بامتياز لكن في ظل غياب واضح لتغطيات من طرف وسائل الإعلام العربية إلا ما تعلق بما كتبت المواقع الإلكترونية والتي تناولت التظاهرة بشكل محتشم يعني نضمن هنا الدور على السفرات والملحقات والملحقيات الإعلامية الثقافية التي نتعنا في الخارج ملعبتش دور الهيئات المنطبها التنشيط مثل هذه الفعالية الثقافية ملعبتش دور هناك جهود مقتصر الأمر على العلاقات التقليدية مع إدارة التحرير يعني فاكس وإيمال وفي نفس الوقت وسائل الإعلام العربية غابت عن سرطة في افتتاحيتها ولا تزال تواصل تجاهلها لعاصمة كل العرب في حين ترصد تغطيات هائلة لتظاهرات لا ترقى لمستوى قسنطينة وما تزخر به من تراث حضاري إشكالية تجعل وسائل الإعلام الجزائرية ترفع التحدي من جديد لتعطي قسنطينة حقها